عبر كل الوسائل فرى الجامبيون هروبا من خطورة الوضع في بلدهم محطة الوبور كارنغ هي الوجهة الامنة والمحطة الحدودية التي تربط ما بين السينيغال وجامبيا والهدف الذهاب بعيدا عن بلدهم في انتظار انفراج الازمة عائلتي تعيش في السينيغال وهم الان خائفون على امني ووضعي طلبوا بني ان اعود من جامبيا بعد سماعهم لاخبار عن الوضع بثت عبر الاذاعة والتلفزة يعوم القلق كل الجامبيين الذين وصلوا الى هذا المعبر الحدودي ربات البيت هاته تركت وراءها كل شيء من اجل حياة جديدة فبلادها لم تعد صالحة لحياة ابنائها بسبب تدهور الاوضاع الامنية الوضع صعب جدا وكل ما يحدث هو بسبب الرئيس يحيى الذي لا يريد التخلي عن الهكم لقد تركت غامبيا رفخة ابنائي والوضع سيء جدا والخطر يهم بنا هناك المحلات مغلقة ولا يستطيع اي احدنا الخروج بعد تسعين يوما من حالة الطوارئ التي علنتها غامبيا بسبب رفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع تسليم السلطة ورغم كل الضغوطات التي فرضها المجتمع الدولي الا ان النزوح من غامبيا للسنغال لا يزال مستمرا بحثا عن ملاذ امن بعيدا عن الاهل والوطن اشتركوا في القناة